السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان كما تلاحظوا قدامكم كانوا أحجر يمكنهم الحجر عين النمر يمكنهم التحديد على الصرابة والكتافة والأتمان التي تتروح في السوق وأي من الحجر لديه قيمة والتي تستطيع بيعه بأتمان شاهدوا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان كديرين نتمنى وتكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله نتمنى وتتلقىكم هذا الفيديو بصحة وسلام إن شاء الله وبدوام المال الوفير للجميع إن شاء الله ونرحب العائلة الجديدة ونرحب الناس اللي انضموا بين العائلة ديالهم الجدد ونشكروا الناس اللي كيتبعونا دائما ومتابعي القناة وكيدعمونا بالتعليقات ديالهم كما تلاحظوا الإخوان إن شاء الله اليوم الموضوع ديال الحجر عين النمر وإن شاء الله غنطرقوا الأتمان دياله وغنطرقوا الصلابة والكتافة وأش من حجر الإخوان اللي عنده قيمة ولي غيتبع بأتمان مزيانة الإخوان هذا هو الموضوع دياله إن شاء الله بإذن الله بغيناكم تتبعونا حتى الأخير إن شاء الله باش نعطوكم المعطيات بحكم عندي واحد العدد ديال الناس اللي رسلتني بهذا الموضوع ديال هذا الحجر هذا بحكم يعني فيديوهات كثيرة على هذا الحجر هذا ويستحق يستحق هذا الحجر بالجمال اللي عطاء الله سبحانه وتعالى منك تشوف فيه بحكم اللمعان الذهبي اللي فيه وكما يعلم جميع الإخوان ماشي هو غير غير هاد اللون اللي كان ديال آآ عين النمر را كان ألوان أخرى كان الأحمر كان آآ البني داكن وكان الدهبي وفيه عدة ألوان الإخوان ولكن وفيه الأخضر ولكن كيتسمى باسم آخر إن شاء الله غنطرقوله من بعد آآ نحاول نعرفكم على هذا الحجر الأخضر وكيشبه آآ عين النمر إن شاء الله كما كتحضوا معنا الإخوان بحكم درنا يعني عدة فيديوهات على هذا كما سبقنا الدكر غادي تلقاهم إن شاء الله في آآ في هاد الخانة هنا يا آآ را كتبه لكم إن شاء الله كما فين غا تطلعوا أو لا تشوفوا عود فيديو آخر درنا على هاد آآ عين النمر كما كيعلم جميع الإخوان اليوم إن شاء الله غنطرقوا الأحجار يعني اللي غا تولي تشري ما تبقى تشري أي حجار لقيته أو لا يعني أي حجار صادفته يعني هو عنده قيمة نصيحة لإخوان بالنسبةل هاد الأحجار الصغار ما تحاولوا تبقى تشريهم حيث را ما دارين والو ما كيش أتمنى زيانة كما كتلاحظوا بحد الشيء أشياء اللي إخوان را ما وخات بغي تبيع ما ما غاديش يكون عندك واحد الفائدة فهاشي بالعكس آآ كتضيع في الأرزاق ديالك بعادة إلا بغيت تبيعهم واحد الكوليكسيوناغ أو واحد الدهيبي آآ بصارحة العبارة اللي غادي يعاودي يقدر هو يعاودي يديرهم في سلاسل أو يعني الحجم ديرهم صغير بزافة الإخوان كما كتلاحظوا هادو ما كيش يقولوا يعني بلا ما نضيع فيهم الأرزاق ديالنا أشياء ما كيسوحتها حاجة بحكم إلا كان براسلي بحالة الشكلة الإخوان يقدر تشريه وخات أحجار فيه صغيرة ولكن الشكل دياله واللوك دياله يقدر غايت تعاود نفس الصيغة ولكن عند الناس اللي كتدير هاد الأحجار هادو أو الناس اللي عندها رغبة بشتري هاد القطع هادو تعاود لها هاد الخيط دياله بحكم هادا عندي خيط ديال لسي كما كيتسمع يعني كيتجبد كما كتلاحظوا الناس اللي غايت قدر تعاود يعني وخات يتشريه ولكن باش نشري احنا هاد القطع الصورة الإخوان ما عادة لكن انت مهتم بهم باش غايتديرهم الواحد من العائلة ديالك ما كان كادولا بحالة الشكل ما ما كيحتموا مشكل غير هما في السوق الإخوان را ما كيسوحتها حاجة وبنسبة كما كتلاحظوا هنا الإخوان كين واحد عدة ديال الأحجار منهم الخام منهم سقولة ومنهم المعالجة كما كتلاحظوا معنا الإخوان هدي هدي حجر يعني خام ولكن ماشي خام وإنم معالج يعني تعالج بواحد درجة ديال الحرارة قوية بزاف وتسقل عند الناس اللي قدر هاد الأحجار وغادي نعرفكم ان شاء الله على الخام دياله حتى هو والطريقة باش تعرف الخام على الإخوان من يعني من المغشوش بحكم را ما غاديش تعرف والإخوان ما غاديش يبلك بأن هورا مغشوش إلا وإلا درتي واحد مقارنة أو إلا عندك دراية بهذا بهذا الخير هذا كما كتلاحظوا الإخوان قلت لكم هذه يعني مسقولة يعني يعني تعالجات عاد خرجت للسوق هادو الإخوان باقي قطع خام وخاص غورين أنا نقربكم الصورة هادو خام ماذا ما تسقلوه يعني كما هادو الشضايا ديال عين نمر يعني ماشي شي حاجة كبيرة ولكن الأحجام ديالهم أصغر كما كتشوفوا معانا الإخوان الأحجام ديالهم صغيرة بزاف وقدرت تعلقهم كما كتلك ولملا هنا يا الإخوان هذا حاجر خام ديال عين نمر كما كتلاحظوا باقي مازا ما تقاسش مازا ما تسقلش مازا ما يعني ماداش في آليات ديال ديال البوليساج أو ديال تلميع ديال أحجار هذا عندي حجر آخر نفس الخامة ديال عين نمر كما كتلاحظوا يعني مازا ما تبانش هذا الداخل دياله الإخوان بحكم إنفوك يتسقل كيعطيك واحد اللون الإخوان سبحان الله غريب وعجيب وكي يجلب النظر كما كتلاحظوا نفس الخامة غير هذه خامة وهذه مسقولة آآ وعلى الدكرة الإخوان هذي الحجم دياله راه كبير نعطيكم نديلو واحد تقريب مع الدرهم كما كتلاحظوا يعني آآ راه تقريبا راه كبير راه يكتب لكم هذا الدرهم شوف قداش كتبان هذي أكبر منه شوال إخوان آآ المهم كين عندي هذا الخاتم هذا حتى هو يعني كما كنقول الإخوان حاولوا تشدوا آآ أحجار تكون كبيرة يعني عندها قيمة وبنسبة كما كيعرف الجميع بأن الكتافة دياله الإخوان الكتافة كتتتراوح ما بين جوجة فاصل ستة وخمسين آآ هذا هو خمسة وستين عفوا هده هي الكتافة دياله دياله ديال حجر عينا بالنمر واصلابة دياله الإخوان قتتتراوح ما بين ستة آآouter أآ در مستة آآ فاصلة سفر قصة حتى السبعة فاصلة آآ صفر قصة هذا هو آآ قصاوة دياله هذه الحجار لالإخوان وبنسبة للطرق الأتمان اللي كي يقلب الي الجميع وبنسبة لالإخوان اللي يعني كتتسقصي إلى الأتمان ديال ديال حجر عين نمر الاخوان. عين نمر الاخوان اه منك يكون العقد بحال هاد الشكل الاخوان انا رأيك نقول لكم بان يقدر يتراوح اه كي يبدأ من تلتمية درهم لهاد العقد بحال هاد الشكل لما فوق. يقدر الاخوان عديوصلحت ال الف درهم على حسب الخامة اللي عندك. وعلى حسب الكل يشحل فيه. اه والهدف هو الخامة بالاحجار او للخامة ديال الحجر الاخوان. هادي اللي بغينا نطرقه لها الاخوان. بحكم كنين واحد عدد دي الناس كتجيب اشياء ولكن ما ما دير والو. اه يعني كتلقى فيه احجار مخشوشة. ايلا كتشوف كيجيب لك الله بانه وراح حجر يعني خام بير. ولكن هو العكس. اه يعني رضوب لكم من هاد هاد الناس اللي كتدخلها الشكل الاخوان. حاولوا وراح ماشي غير يقدر كيكون اه مخدوم او لم يعني كين بحكم كين شركات دابا اللي كتصنع الاحجار. وكان احتضر على هالفيديو غادي يكون شوي طويل ولكن غادي يكون عنده فائد ان شاء الله على الجميع. اه بنسبة الاتمان دي الهاد القطع الاخوان. اه كما قلنا الحجر حل ما تكون كبيرة. هذا الشكل الاخوان. كي بدأ الاتمان دي الهاي قدرها توصل عندك سهل الف وخمسمية درهم للحبة. بحكم هذا ما كيتبعش للقرامة الاخوان. نجيكم من الخراكين الناس ما غادي يتفغيش هاد شي. اه باش هو ما غادي يحسبو لك وعشر درهم للقرام ولا يعني اه واحد دولار او الا واحد اورو يعني الكرام. بالعكس الاخوان هاد راك يتبع بالقراءة البياسة يعني البياس. شحل ما كتكون كبيرة شحل ما كتكون تما دي الها مزيان. اه ونعطيكم ونقربكم الاخوان لحتى قبل ما باش ما ننساشا الاخوان. اه يستحسن. الحبة كتكون كبيرة كما نقوله دائما. باش تنتكى تستغل الضرفية دي الها. اه ونهار عندك مثلا عشر دل الحبات كبارة الاخوان يقدر يعني تستغل منهم وغادي تستغل لك. كما كنقوله كتستغل لك المال لليك الحاجة الاشياء اخرى والله سلوان. اه وكين احجار الاخوان شبه يعني عين نمر كما كتلاحظو الاخوان. هاد را ماشي عين نمر هو را شبه عين نمر يلا شتيه. كي يجيب لك الله بانه عين نمر وكتحركوا يعني كتحركوا كيتولي هاد هاد الخط هاد الاخوان كي يولينا نفس هاد هاد المعال اللي كي بلنا هنا يا ولكن هو غير ماشي يعني ماشي حر شوف الاخوان هنا يا هاد شوف الشكل دياله كي مغنرة كينا احجار بني وكينا اه زرقاء وكينا اه دهبية شوف الاخوان عين نمر اه الحقيقي هذا المزور بنسبة المزور الاخوان را كينا اه كينا شركات المانية التي كتصنع في الاحجار يعني وكتشوفهم فيهم قصاوة يعني نفس القصاوة اللي كينا في اه الخام ونفس الكتافة اللي كينا في الخام وكتضربوا بديدكتور الاخوان كيعطيك نفس العيار ولكن هو مخدوم يعني مبريسي بواحد وكيكون دايز بواحد درجة عالية من الحرارة باش كيتم يعني المعالجة بواحد الحرارة كبيرة باش كيعطينا الكتافة والصلابة لنفس هاد الحجر فيه ولكن كي يجب لك الله بان هذا راح حجر خام بالعكس الاخوان اردو بلكم هذا راح ما ساوي حتى حتى جوج درهم يعني ما ساوي والو خاك تشوفوا هاد الخط كيمشي فيه ويجي فيه نرى مكين حتى حاجة الاخوان الخام هو هذا راح بينا الاخوان يعني عنده واحد لمعان خاص وعنده هاد الخطوط اللي كتبني هاد ذهبية راح كتكون سبحان الله كينفو كتشوف هاد الخاتم هاده راح ما تفرقش معها ولا هاد الحجر هاد ما عاديش تخليه هاد هو الموضوع دياليوم الاخوان بغيناكم تردوا بلكم من هاده بحكم جاتني كيمة نقولوا دايما جاتني عندي جاتني واحد عدد ديالنس كتراصلني على هاد الاتمان ديالو اعطيناكم الاتمان الاخوان الاتمان شحل ما تكون حبة كبيرة شحل ما يكون القيمة ديالها احسن فاحسن ليك اه ولا هاده متوقعوش تريبها الشي صغير الاخوان راح ما سوي حتى حاجة واحد عدد ديال الاخوان راصلتني بانك تقول لي عنده احجار و مني كان تواصله معك و أعطيني بحالة الشكل للأخوان هنا لا يوجد شيئا هنا لا يوجد شيئا و حتى نفس هذه القطعة بحالة الشكل لا يوجد شيئا لأنه صغير لا يوجد حبة كبيرة لا يوجد القدرات التي تبيعها أسهل لكم و للناس الذين يتبعون لهم بحكم أنه سيستغلها نشكر جميع الناس الذين دعمتنا من قريب و من بعيد نشكركم بزاف على التواصل و التجاوب مع القناة نحييكم بحرارة مع تحيات القناة الأحجار الكريمة و نحاول إن شاء الله نطرقه نحاول ما أمكن في هذه الأسبوع نحاول نضع لكم الأتمان للأحجار والكتافة والصلابة والطرق البيع والسلام عليكم هذا هو الموضوع اليوم لا تنسوا الضغط على زر لايك و اشتراك في القناة دعمونا بالكومنتر لذلكم نحن نرى كان ساعة دمني و أخا كانت أطلع لكم وإنما سنجاوبوا أي أن كان في أي وقت إن شاء الله شوفنا بحكم كي يجيونا ديميساج كتير أو لا يعني تعليقات كتيرة ولكن نجاوب الحمد لله الإخوان كاملين كنشكركم بزاق مرة أخرى معكم أخوكم كمان السلام عليكم إلى موضوع آخر إن شاء الله و حاجر آخر مع تحياتي السلام عليكم لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر